ملحقات لبلديات وأخرى مقرات للبريد والمواصلات قاعات للعلاج ودور شباب مرافق عمومية مغلقة طالها النسيان أو الخراب هو ما رصدناه في جولة قادتنا عبر عدد من بلديات ولاية عينت موشنطة على غرار بن صاف عنك حيلة وعاصمة الولاية كل ملكم على هذه المنطقة هذا عندما ينجزون داني من البنواه عمره مخدم، عمره مهلوح، عمره كان بالدرجة تواعى، بالبنة تواعى كل شيء موجود، إليتي أبانضوني العبيزان داني هذيك تاني، أم استكنوها ناس من اللين بنات، من اللين بنات ما كانش غال نهار خدمت الإهمال لم يقتصر فقط على هياكل لمقرات عمومية بل امتدت المشاهد الكارثية لمرافق الطرفيه والحدائق أما المحلات التجارية فتحولت لمأوى لمن لا سكن له مرافق عمومية يراها المواطن نقمة في وقت كانت ينتظر فيه أن تكون نعمة حديقة المتواجدة وسط المدينة، مدينة جديدة العقيد عثمان واللي رأى في حالة يرتلها، مشروع مستعجل، هذه الحديقة حتى تكون متنفسة للسكن مدينة جديدة هذه بلاسات كوميرسيال فيها داخلهم مكاش غرجة هذه بابوسية، هذه بلاسات كوميرسيال هذه القيامة هذه كون دانهم اسكاني، قراءة بنسبد منهم الناس كتر من اللي دانهم بلاسات كوميرسيال المحلات ترى رئيس، هذو اللي دانهم الرئيس وقدمهم الشباب هذه المحلات جاو سكنوا فيهم عائلات وعائلات وأنا واحد رأني من الناس اللي سكنين في هذه المحلات رأنا فوق العشر سنين هنايا، ما استفدنا، لم سكنها، لا والو هي مرافق عمومية معطلة ومغلقة لأسباب ظل يجهلها الجميع بعد أن صرفت عليها مبالغ طائلة وأمام هذا المشهد الدرامي الذي تعيشه المنشآت عبر مختلف البلديات يطالب الساكنة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة لفتح وإصلاح هذه المرافق شكرا